اهلا بكم في قناة مساء الاخبار في الفيديو ده هنتكلم عن تاني برج عن توقعاتنا ليه لعام 2021 وهو برج الثورة وطبعا قبل ما نبدأ ونتكلم عن توقعاتنا للأبراج في ملحوظتين مهمين حابة هقولهم اول ملحوظة لو انت لسه جديد معنا بسرعة بسرعة دوس على زرار الاشتراك وفعل جرس التنبيهات علشان تتابعنا في كل الجديد اللي بننزله على قناة مساء الاخبار من توقعات لمشيل حيك وليلة عبداللطيف وتوقعات لينا وتوقعات للأبراج لو انت مهتم بعلم الفلك والأبراج زائد لو انت مشترك معنا من الأول فدي حاجة كويسة جدا وبنفتخر بيها ويريد تعمل لنا شير ولايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس المهتمية بالنوعية دي من الفيديوهات تاني ملحوظة عايزة اقولها لكم احنا بنقول دي توقعات مش تنبؤات يعني الغيب لا يعلمه إلا الله فالموضوع كله خدوا على محمل الترفيه أو الفضول أو الاحتمالية ان ممكن الحاجة دي تحصل وممكن ما تحصلش يلا بينا نعرف برج التور وتوقعاتنا ليه خلال عام 2021 وموليد برج التور بيبدأ تاريخ ملدهم من أول 21 إبريل لحد 21 مايو هنعرف مع بعض ايه هي التوقعات اول حاجة برج التور هنعرف على لميع الأصعيدة المالية والمهنية وكمان الحظ وكل حاجة هنتكلم عنها في الخلال السطور أو الدقائق اللي جايه عام 21 أو 2021 بيحث موليد برج التور تحديد أولوياتهم في الحياة بشكل صحيح هتورقوا ألم ومن بداية السنة حاول نك تحدد أولوياتك وأهدافك ده الوقت ان انت تطلق فيه العينان لتموحاتك حفظوا على التركيز وثقوا في نفسيكم وكل العوائق اللي هتظهر قدامكم هتختفي وان شاء الله السنة اللي جايه فيه ازدهار مال كبير ليكم وهتتمتعوا بالكتير من الطاقة والحيوية لمواجهة نطاقات غير مكتشفة حتى الآن في مجالك المهني واستغلوا الوقت ده أو الوقت الكويس والحلو مع أحبابك وان شاء الله تكون سنة كويسة جدا لبرج التور عشان يتواصلوا مع عائلتهم وأصدقائهم اللي بقالهم كتير ما تكلموش معهم ويرجعوا إلى عنصرهم الترابي لأن برج التور من الأبراج الترابية وعلى فكرة برج التور من الأبراج المحظوظة جدا خلال عام 2021 فعلى مستوى العطفي أو على مستوى الحب السنة اللي جايه ان شاء الله شايللك الخير في حياتك العطفية وفي الجواز كوكب الزهرة بيمنحك الترابط العطفي اللي انت محتاج له مع اللي بتحبه وهتكون حاسس بالرضى معاه خلال السنة دي ولو كنت عازب أو عزبة هتلاقي شريكك في حدث اجتماعي مثلا في فرح في مناسبة في الميلاد أو في عيد والمشاعر العميقة والرومانسية موجودة وبشدة خلال عام 2021 مع كده ممكن يبقى فيه مشوية مشاكل عرضية في الجواز أو حتى في الارتباط ممكن تحس انها بوزت السعادة اللي انت حسسها هو اللي انت حسها وممكن كمان تحسوا ان الموضوع خرج من ايديكم من كتر المشاكل اللي ساعات ممكن تطبع الواحد وتحصل وممكن كمان الشريك يبعد عنك أو عنك عشان عنده طموحات وأنانية لكن حاول ان انتوا تتحل شوية بالتسامح وان ده هيرجعهم تاني للحب واللطف والموضوع هيبتدي تتحل وترجعه تاني للمصاري الصحيح والفترة دي تعدي على خير اهم حاجة يا برج الطور يبع عندك شوية صبر وتسامح مع طلبات شريك حياتك ما فيش تأثيرات كوكبية كبيرة على المناطق اللي بتحكم الحب والجواز خلال عام 2021 لكن مش معنى كده ان ما فيش مشاكل بين الزوجين زي ما احنا تكلمنا وكوكب الزهرة هيعزز الحب والولاء وهيكون حماسك حتى وتموحك متقبلا من شريكك يجب عليك ان انت تاخد شريكك في ان انت في عقلك وفي قلبك وفي نفس الوقت ما تخلهوش ان لو هتسيب لي الموضوع وتهتم بعملك اكتر منه لان ده ممكن يسبب له انه يحس ان انت هجرته او سبته وبالنسبة للعزاب الفترة ممتازة جدا السنة الجاية للتعارف ولكن بعد كده لازم تاخدوا بالكم من الاختيار الصح عشان ما يحصل لكوش خيبة امل في الحب خلال السنة اما توقعتنا لبرج التور على الصعيد المهني لعام 2021 من المتوقع ان يكون عام 2021 فترة متوسطة الاداء الوظيفي لمولد برج التور يعني ولا هتعله قوي ومش هتقله مش هتكون النجاحات كبيرة ولا الاخفاقات جمدة هيكون ده الوقت المناسب ان انت تشتغل على نفسك وعلى مهاراتك ومواهبك وانتبه جدا لنقط قوتك وضعفك وعلى مدار السنة هيكون ادائك المهني كويس جدا ولكن بعد كده في منتصف العام تقريبا هيطلب منك ان انت تختار بين وظيفة والتانية او بين ترقية او مكان اخر وهكذا ما تكونش مندفع وزن الايجابيات والسلبيات قبل ما تخرج وده ان شاء الله هيرجعلك لو انت اختلت الاختيار الصح هتتحس بثمار اختيارك خلال السنة الجاية وهيصود جو مستقر بشكل عام في المجال المهني وما تعتمدش على الحظ فالشغل الشاق فقط هو اللي هيحقق لك ارباح كبيرة خلال العام اما توقعتنا الصحية لبرج الثور خلال عام 2021 من المتوقع ان يتمتع مواليد برج الثور بسنة من الخير العام والرفاهية اما بالنسبة لصحتهم يحرص برجك الحاكم الزهرة من دوام الصحة الجيدة على مدار العام ولكن ينصح بعدم الانغماس في الطعام والاعدات السيئة الاخرى اللي ممكن تأثر على صحتك ولازم تمارس رياضة وتهتم باكلك كويس جدا وكوكب المريخ هيديك طاقة هائلة خلال ايام داخل السنة هدي هتعزز تقلقك عقليا وجسديا وحاول ان انت لازم تنقيلك او تعمل لك كده فترة معينة انك ترتاح وتسترخي وتبعد عن كل السترس او الارهاق والاجهاد علشان اعصابك ما تتعبش وطبعا على فكرة صحتكم هتبقى كويسة لدرجة ان انت هتتحزدوا بسبب الصحة دي فاخدوا بالكم من صحتكم كويس جدا واهتموا بيها وقطروا من الاكل اللي بيحسن مستوى المناعة عندك علشان ما تحسوش يجيلكم برد او يجيلكم اي مرض خلال الشتة في عام 2021 او حتى اه خدوا بالكم من مشاكل الجهاز الهضمي اللي بتزعجك في بعض الاحيان اما على الصعيد المادي او في الفلوس عمتا خلال عام 2021 لبرج التور هيكون الوضع المالي لمولد برج التور متوسط خلال 2021 ما فيش تغييرات كبيرة متوقع حقيقة لكن في نفس الوقت هيبقى الموضوع آآ مستقر آآ بيعمل كوكب المشترى والزهرة على ضمان وجود تضفق ثابت للاموال واستقرار خلال الفترة من المحتمل انك انت تواجه بعض الحظ والازدهار في السروة خلال هذا العام لكن بال لكن مش بالشكل اللي انت كنت متوقع آآ وبنحس جماعة الثورة على ادارة افضل للميزانية على الرغم من الاستقرار لكن تجنبوا اسلوب الحياة الباهز والمشتريات الفاخرة خلال هذه الفترة ده مش الوقت المناسب ان انتوا تشتروا حاجات كتير يعني الدنيا مستقرة وكويسة مش لدرجة ان انتوا تروحوا تفرتكوا الفلوس كلها وتشتروا بيها حاجات ممكن ما يكونش لها لازمة حاولوا تتدخروا احسن علشان ممكن لو حصلت اي ازمة او حصل اي حاجة ساعتها الفلوس تنفعكم اما النصيحنا لبرج التور عمتا خلال عام 2021 السنة دي هيواجه مورد برج التور تغييرات محددة ممكن تكون بسيطة لكن تغييرات مهمة حيطلب منهم ان هما يتقبلوها وتكيفوا عليها وما ياخدوش التغييرات دي بشكل سلب اللي هو ليه انا حصل لي كده لأ حاول تتقبل الموضوع وتتكيف وتحاول تمشي نفسك عليه الانضماط مهم لنفسك خلال الايام دي اللي هي فيها مشاكل وتعلم ازاي تتكيف مع الاشياء والمواقف من حولك وتكون مرن قدامك فرص كتير والموضوع مطروك ليك فانك امتى تشتغل وامتى تريح وامتى تاخد قرارك وامتى تبتدي تهدأ وتسأل ما تستسلمش للمشاعر شغل عقلك شوية ولو حسيت انك محتاج للنصيحة اطلبها وخصوصا من افراد اسرتك كن واعي لموقفك وافتح عينك وودانك ما تخليش المتعة هي هاجسك الاجبر ان انت عايز تستمتع بحياتك وعايز تسافر وعايز 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 لان خبات الامل هتكون على الباب بمعنى ان انت ما يكونش همك بس المتعة لأ خلي همك انك تشتغل وتحقق نفسك واخد بالك جدا قبل اتخاذ اي قرار شخصي او مهني في السنة اللي جاية وطبعا حاب اقول في اخر الفيديو الله واعلم بجده يكون انتهينا عن كل الاصعيدة بالنسبة لبرج الثور خلال عام 2021 وعرفنا تأثير الابراج او تأثير الكواكب على برج الثور خلال عام 2021 اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تكتبولي في التعليقات الابراج بتاعتكم اه وكوكب الثور احنا عملناه احنا عملته بالترتيب لان كنت قيلة المرة اللي فاتت يا ريت تكتبولي الكومنتات اه البرج بتاعكم واكتر برج هعمله بس الاسف ناس كتير فيه ناس كتبت الحقيقة وفيه ناس كتير ما كتبتش فانا اتطريت ان انا امشي على الترتيب ولو رأيكم في التعليقات ما تنسوش وشكرا واتمنى لكم سنة سعيدة وجديدة وممتعة واحسن السنة اللي احنا عايشين فيها حالين 2020 بعيدا عن المشاكل وسوق الاحوال الاقتصادية وايضا الاجتماعية شكرا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد